اشتركوا في القناة يكشف يفهم وروحك يعلم ده جمد كلامك ما أحلى مكان دوقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليك يا ربي كسابك عينياتي شوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك بعمري بان أهلا بك عزيز المشاهد في برنامج فحصين الكتب وصلنا في درساتنا لسفر أيوب وهو من أقدم أسفار الكتاب المؤدس اللي بيرجح أنه تكتب تقريباً سنة 2100 قبل الميلاد إلى 1900 قبل الميلاد وهو بعالق قضية هامة لماذا يجرب البار ولماذا يتألم الرجل الذي يتقرب لتعرف المزيد عن هذا السفر النفيس تابعنا في درستنا في سفر أيوب بعد انتهاء الجولات السلاسة من الحوار بينفجر أقدر أقول أيوب في حديث طويل من أصحاح 27 لأصحاح 31 بيرد على كل ما قيل له وأثير من أصحابه فأصحاح 27 بيرفض رفضاً تاماً استزناب أصحابه لي أصحاح 28 بيتكلم عن الحكمة معلماً أصحابه فأصح 29 بشوفه مفتخراً بماضيه الأمور اللي ما عملهاش في الماضي فأصح 30 متألماً من جهة الحاضر وفي أصح 31 بيرجع مرة تانية لماضيه مفتخراً بما كان يفعل فأصح 27 بيرفض تماماً استزناب أصحابه وبيقول في عدد خمسة حاش لي أن أبرركم حتى أسلم الروح لا أعزل كمالي عني تمسكت ببري لا أرخيه قلبي لا يعير يوماً من أيامي هنا الحقيقة هو مش بس كمان يعني واثق جداً من جهة ماضيه لكن كمان على الأغلب هو متطمن أنه هو مش هيغلط كمان في المستقبل يعني بيقول أنا مش بس ما غلطتش في الماضي لكن أنا كمان مش هغلط يعني لما يقول في عدد أربعة لن تتكلم شفتايا إسماً ولا يلفظ لساني بغش لن تتكلم يعني أنا مش هغلط أنتوا عايزين تخلوني أغلط لا أنا مش هغلط وهنا الحقيقة بشوف أيوب بيمدح نفسه لكن زي ما بقولنا الكتاب في كورونس الثانية عشرة لأن ليس من مدح نفسه هو المزكة بل من يمدحه الرب رب مدح أيوب في بداية السفر وهيمدحه في نهاية السفر لكن الحقيقة ما كانش يجب أني أيوب يعني يأخذ هذا الموقف من الافتخار ببره الذاتي بهذا الشكل فأمثال 27 يقول لنا الكتاب ليمدحك الغريب لا فمك الأجنبي لا شفتاك أمثال 31 هو بيتكلم عن المرأة الفاضلة اللي مش بتمدح نفسها لكن يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها أعطوها من صمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب نتيجة من نتائج القصوى اللي اتعاملوا بيها صحابه معاه انفجر أيوب في محاولة لتبريد ذاته هم قالوله أنت مزنب أطلقوا الحكم مطلق أنت مزنب المفروض أنه هو يعني يقضو إلى فحص نفسه في محضر ربنا ويشوف إذا كان فيه مشكلة يستزنب هو نفسه إنما مش تتهموه كده فهو انفجر في محاولة لتبريد الذات ومشغولية بالنفس ففي محاولته أنه يبرد ذاته نسب للرب قصوى وظلم فلما ابتدى حديثه قال حين هو الرب الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي يعني كأنه بيقول للرب أنت ظلمتني أنت ظلمتني فبالرغم من أنا ما عنديش أي مشكلة لأنه بيقول عبارة بيقول تمسكت ببري ولا أرخي قلبي لا يعير يوما من أيامي معناها ضميري لا يؤنبني أبدا أبدا ولا مرة ضميرك أنبك ده إن قلنا أننا بلا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا وإن لمتنا قلوبنا فبالرغم أن احنا بنفحص أنفسنا ونلاقي ملامة فما بيقول لما الرب يفحص وهو غربار ربنا أديأ من غربارنا فأكيد حيطلع حاجات يعني فأنت طيب قبل ما تقول كده زي ما قال له أليه بعد كده قال له طب أفحص نفسك أفحص نفسك ما لم أريه ما لم أراه فأرينيه أنت يعني اللي أنا مش شايفه فيه يا رب ورهوني أنت أو بلغة نظمون 139 اختبرني الله وأعرف قلبي ومتحني وأعرف أفكاري وانظر إن كان فيي طريقا باطلا وهديني طريقا أبدا افحصني أنت بتقول كده قبل ما تلقي نفسك تحت أشعة الفحص إليه ضميرك ما بيأنبكش إطلاقا إطلاقا هو قال كده إنما الظلم من عند مين يبقى مش أنا اللي مزنب ده الرب هو اللي مزنب في اللي بيعمله معي صعبة هذه النظرة لله اللي فيها الكثير من التجنة والمغلطة والظلم لما بيقوله زي ما حضرتك أشرت حي هو الله الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي لكن في الحقيقة هنشوف آخر السفر بعدما تتكشف الأمور على حقيقتها ويعرف إزاي الله العظيم الحلو الحاني طويل الروح كثير الرحمة يالله التعويضات هيفوق لنفسه ويعرف إن هذا التقرير كله خاطئ يقوله بسمع الأزني قد سمعت عنك أما الآن فرأتك عيناي واعتقد درس لنا كلنا ولكل إخواتنا المتألمين المجربين يحفظنا الرب أن إحنا ما ننظرش للرب هذه النظرة اللي فيها تجنة ومغلطة لكن علينا أن نعرف أن الرب دائما وفي كل الظروف صالح وإلى الأبد رحمته زي ما حردك ذكرت يا دكتور فايز يعني كان مبالغ جدا في تقديره لبره الذاتي لدرجة أنه يستخدم أسلوب القسم يعني حي هو الله ده نوع من أنواع القسم كأنه بيقدم حلفان يمين أنه ما بيعندوش أي مشكلة ولو حصلت حاجة غير كده يعني كان أداء القسم في هذا الوقت مرتبط بأنه لو حصل لي حاجة غير كده أنا بأعطي الإذن لله أنه يقتلني يعني يصل فيها حاجة فثقته في نفسه وثقته في كماله زي ما حق ذكرت مش فاكل لنفسه ولا غلطة خلته زي ما يكون بيقسم اليمين وأنا بألقي بهذا القسم أنه أنا ما عنديش ولا مشكلة ومرتبط بدأ أعتقد بعد كده طلبوا النقمة من أعدائه يجي في عدد سبعة ويقول ليكن عدوي كالشرير وأعتقد دي مرتبطة بثقافة هذا الوقت لما واحد يبقى ناس بيتهموه بشيء مش بيكتفي بس أنه يبرر ذاته أو ينفي التهمه عن نفسه لا ده بيعمل نوع من أنواع رد الاعتبار لنفسه مرتبطة بعادات هذا الوقت أعتقد تشبه عادات السقر مثلا في الصعيد في فترة عدت يعني الواحد في فترة العرف كان لو ما خدش الطار فده عيب عليه وما كانش عنده إعلان إلهي بغير كده يعني ما كانش فيه مثل المسيح الغفر لأعداء وما كانش فيه مثل استفانوس فما كانش عنده نموس يعني حتى يعرفه حاجة غير كده فكان نوع من أنواع طلب الانتقام زي مزامير الانتقام أعتقد أو مزامير النقمة اللي موجودة فقول ليكن عدوي كالشرير وأعتقد أنه نظرته لعدوه هنا أصحابه مع كل من تضامن مع أصحابه وابتدى يعني الدعوة اللي يدعيها عليهم يعني لفت نظري ليكن عدوي كالشرير إيه أصعب دعوة عايز تدعيها على واحد أقول لك يكون كالشرير إيه اللي هيحصل له أقول لك ما هو رجاء الفاجر عندما يخطعه عندما يسلب الله نفسه مالوش أي رجاء ده كل حاجة في حياته هتبقى وحشة بعدين يبتدي إشاور على أنتوا بتقولوا علي يا شرير أفيسمع الله صراخه إذا جاء عليه ضيق أم يتلزز بالقدير هل يدعو الله في كل حين أعتقد كان بيحاول يشير لنفسه في هذه المقارنة يعني تو بتقولوا علي يا شرير ده أنا بتلزز بالله وأنا بدعو الله في كل حين إلى آخر هذا الكلام يعني الصح 28 فيه سؤال مهم أوي بيتكرر مرتين في عدد 12 وعدد 20 لما بيقول أمّل حكمتي فمن أين توجد وأين هو مكان الفهم لأن في هذا الأصحح زي ما الأخ عماد أشار يتكلم أيوب كثيرا عن الحكمة فبيبتد الأصحح وقول لنا زي ما أن الناس بتتعب علشان تلاقي المعادن النفيثة يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث ومحصونه الحديد يستخرج من التراب والحجر يسكب ونحاسا إلى آخره فالناس بتتعب علشان تلاقي الأماكن اللي من خلالها تستخرج الفضة والتمحص الذهب وتحصل على الحجرة الكريمة فكان بالأولى عليهم أن يتعبوا للحصول على شيء أقيم وأهم وهو الحكمة لكن يتساءل الحكمة دي نجيبها منين السؤال اللي أنا قلته مرتين في عدد 12 و20 وأما الحكمة من أين توجد وأين هو مكان الفهم يجينا العهد الجديد ولسيام رسالة يعقوب يعطينا الإجابة على هذا السؤال من تعوذه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير في حكمة إلهية نزلة من فوق الله عنده استعداد يعطي هذه الحكمة لكل نفس تطلبها بإخلاص ويلفت النظر أن في رسالة يعقوب طلب الحكمة مرتبط بالاكتياز في التجارب والألام لأن في وسط الألام والتجارب الواحد مش عارف بيعمل ليه يتصرف إزاي فده أنسب وقت وأحوج وقت لطلب الحكمة وكمان ده يعني يدينا فهم ليه بالذات في الوقت ده أيوب بيتكلم عن الحكمة وربما فيه ارتباط في الأصحاح ده اللي فيه تساؤل مرتين زي ما قالك عادل عن ما هي الحكمة من أين تأتي الحكمة أين هو مكان الفهم بيردد هذا الكلام لأنه كان زهق من كلام أصحابه عن الحكمة وكل واحد فيهم بيدعي لنفسه الحكمة واللي يقوله احنا أحكم منك واحنا أكثر أياما وإلى آخر هذا الكلام فكان عايز يوصل لتعريف إلى ما هي الحكمة كان عايز أقول لهم أن كلامكم عن الحكمة ما هو إلا أكلشيهات شوات كلام مكرر لكن الحقيقة أنا عايز أسأل من أين تأتي الحكمة فأتى الوحي بهذا الأصحاح العظيم والحياة من يقول أن الحكمة ليست هي المعرفة لو كانت هي الحكمة هي المعرفة لكان أصحابه فعلا الحكماء بسهول ما مكنوش كده كان عندهم قدر كبير من المعرفة ولكن لم تكن عندهم حكمة فالحكمة مش مجرد أني أعرف ولكن أني أستخدم وأوظف هذه المعرفة بشكل صحيح وربما أقول تعبير يعني أريته أن أكبر الحمقة هم الحمقة اللي عندهم معرفة فتلاقي عارف كويس قوي بس مش بيطبق هذه المعرفة في أنه يسلك حياة عملية فأعتقد من المهم جدا أنه نلتفت لتعليم هذا الأصحاح يعني عايز أفرد حضرتك العبارة الأخيرة اللي قلتها أن المعرفة ليست هي الحكمة المعرفة هي تحصيل معلومات في الدماغ الحكمة أو كيف نطبق المعلومات التي وصلتنا على المواقف التي تواجهنا يعني بكتير بحب أقول تشبيهين أو حاجتين مثلا داود ويوسف يوسف عنده معرفة ضئيلة عن أن الرب ما بيحبش الشرور الأدبية داود بعد النموس وعنده نسخة من الشريعة عنده معرفة أكتر إنما اللي طبق المعرفة على المواقف هي دي الحكمة يوسف يوسف كان حكيم هرم داود أخطأ ما طبقش الحكمة أو زي المعرفة اللي عند الكتبة والفرسين عن مكان ولادة المولود ملك اليهود عندهم معرفة بس يعملوا إيه بيها المعرفة إنما المجوس وصلت لهم معلومة صغيرة طبقوها راحوا فزي ما حاجت بتقول لأن دا موضوع مهم جدا معرفة حاجة لكن كيف نطبقها على المواقف دي حاجة تانية هم عندهم معلومات ما طبقتها الصح للشخص الصح ما عملتوش ما تصرفتوش بحكمة أيوب يسمن في هذا الأصحاح الحكمة وبشبهها بالفضة والزهب والحجارة الكريمة والمعادن النفيسة اللي الإنسان يتعب جدا في التنقيب عنها وعنده استعداد أنه يعمل أي حاجة علشان يصل إلى هذه الحكمة فبيقول مثلا عن الناس في عدد أربعة يحفرون المناجم بعيدا عن السكان وبعدين في عدد خمسة أرض يخرج منها الخبز أسفلها ينقلب كما بالنار يعني الإنسان عنده استعداد أنه يقلب الأرض علشان يطلع من الأرض المعادن النفيسة والكنوز اللي موجودة الكنوز اللي موجودة فيها فعدد تسعة إلى الصوان يمد يده بيتكلم عن الشخص اللي بيعمل في المناجم يمد يده علشان يحطم الحجارة اللي هي الصوان يقلب الجبال من أصولها ينقر في الصخور سربا وعينه ترى كل سمين عايز يقولنا أن الإنسان عنده استعداد أنه يعمل أي شيء للوصول إلى الزهب للوصول إلى الفضة للوصول إلى هذه المعادن السمينة الموجودة في الأرض هنا أعتقد أنه بيعمل يعني مباينة ما بين الغنى اللي ذكروا فيه أصحاح 27 اللي موجود عند الأشرار الغنى المادي اللي ما ينفعهمش وما بين الغنى الحقيقي وما يجب أن يكتنزه الإنسان في أصحاح 28 اللي هو الحكمة كتاب يؤكد لنا على هذه الحقيقة في أماكن أخرى على سبيل المثال لما يتكلم عن الحكمة في سفر الأمثال أصحاح 3 بيقول هي أسما من اللقال كل جواهرك لا تساويها يتكلم عن كلمة الله المشبهة بالزهب في مزمور 19 يقول أنها أشهى من الزهب أو أسما من الزهب في مزمور 119 لذلك أحباب توصياك أكثر من الزهب والإبريز وإن كان الإنسان عنده استعداد أنه يعمل أي شيء للوصول إلى مثل هذه المعادن فبالأحرى يجب أنه يعمل ويكتهد جدا علشان يتعلم الحكمة اللي موجودة في كلمة الله ومن خلال طرق الله ومعاملاته ومعرفته الحقيقية بالله يعني في أمثال اتنين برضو بيقول إن طلبتها كالفضة وبحست عنها كالكنوز فحين إذن تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله بيقولولنا في الإحصائيات إنه ما يقرب من 15 ألف حالة حالة وفاة سنويا بتحدث نتيجة عمليات التنقيب والبحث عن المعادن ناس كتير حياتها بتضيع في مثل هذه الأمور فالحقيقة يجب أن الإنسان يجتهد جدا في الحصول على الحكمة والحكمة موجودة في كلمة الله والمعرفة الحقيقية بالله الحقيقة الأصحى الد العظيم ده يطول الكلام فيه وزي ما حالك ذكرت أخي أخي أعماد يعني يذكر الزهب خمس مرات في الأصحاح ده الفضة مرة ويسمي سبعة أنواع حجارة كريمة مختلفة لكن يقول لا يمكن لأي هذه الكنوز إطلاقا أن تشتري حكمة الله والمشكلة أنه الإنسان مش بيدور على الحكمة بيدور على الكنوز وبيعمل المستحيل زي ما حالك ذكرت يعني تغلب على كل المشاكل وشق الصخور عشان يجيب الكنوز الأرضية لكن لا أحد يسعى لأجل الحكمة الحقيقية أنه لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء ما لتوجد فين؟ توجد بعيدا عن أرض الأحياء يقول إنها الحكمة النزلة من فوق فليس لها إلا مصدر واحد وهو الله مش كده زي ما حالك ذكرت من تعويزه حكمة فليطلب من الله لكن الختام بتاع هذا الأصحاح جميل وهو بيقول قال للإنسان هو ذا مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر والفهم فإذا قلنا إنه أفضل تعريف للحكمة هو التطبيق العملي للمعرفة فالمعرفة الكتابية التي تقود إلى حياة فيها مخافة الرب وفيها تقوى الله هي الحتمة الحقيقية وما عدا ذلك فهو جهل أصح 29 و أصح 30 من سفر أيوب وكأن أيوب يضع صورتين على طرفين نقيد أصح 29 بيتكلم عن ماضيه المزدهر اللي كان فيه أصح 30 بيتكلم عن الحاضر المؤلم الذي يعيشه نقدر نقول أصح 29 بيقدم لنا مجموعة من الأفكار يتكلم أولا إزاي في الوقت اللي فات في ماضيه كان الله راضي عليه وبعدين يتكلم عن حياة الغنى الجزيد اللي كان بينعن بيها وبعدين بيتكلم عن أخلاقه الراقية في تعامله مع الناس التانية وبعدين بيتكلم عن الكرامة والمهابة اللي كانت ليه في عيون الآخرين فمثلا عندما يتكلم عن رضى الله عليه في الأيام الغابرة في الماضي يقول حين أضاء سراجه على رأسي وبنوره سلكت في الظلمة كما كنت في أيام خريفة ورضى الله على خيماتي طيب وبعدين لما بيتكلم بقى عن أدي الأيام دي كانت مزدهرة جدا وفيها الكثير من الغنى يقول في عدد خمسة ثم يتكلم عن أخلاقه الراقية في التعامل مع الآخرين وهذا على النقيد تماما من ما اتهموا به اللي فازت تيماني جورا في آخر محجلي مع أيوب فيقول أيوب هذه الكلمات المباركة لأني أنقصت المسكين عدد 12 لأني أنقصت المسكين المستغيس واليتيم والموعين له بركة الهالك حلت علي وجعلت قلب الأرملة يسر إلى آخره ثم يتحدث باستفادة عن إزاي كالليه كرامة في عيون الآخرين فيقول مثلا عدد 20 كرامتي بقيت حديثة عندي وقوسي تجدت في يدي لما بيقول إن ضحكت عليهم لم يصدقوا ونور وجهي لم يعبسوا كنت أختار طريقهم وأجلسوا رأسا وأسكن كملك في جيش كمن يعزلنا حين هذا عبارة عن صورة للماضي اللي كان أيوب فيه بينعم بالمزيد من الغنى والكرامة والرضا إلى إله يعني أنا عجباني العبارة في عدد 24 أن ضحكت عليهم لم يصدقوا يعني لو تبسمتوا فشوهم ما يصدقوش نفسهم يعني اسلوب ساخر وخاصة أنه بعد كده قال دولة ونعدتهم فصح 30 بصفات قصي جدا جدا دولة دلوقتي أصغرهم اللي أصغر مني اللي كنت أستنكف أن أجعل أبائهم مع كلاب غنمي دلوقتي يبسقوا علي واتحكوا علي وبعدين ابتدى يقول فصح 30 بعض الصفات ما معناها يعني لو حبيت أقولهم الفقريين الجعانين الحرمية الأدنياء الشحاتين كده دولة بيصخروا مني أنا مجموعة من الصفات بينعتهم بها اللي هما دلوقتي شايفين نفسهم علي فبيندب يرفع مرساة على حاضره المرير اللي ربنا سمح له به في عدد 14 من صح 29 يقول لبست البر فكساني وكانه عايز يقول عندي من البر أعمال البر والبر الذاتي ما يكفي لأن يسترني تماما أمام الله الحقيقة ده عكس ما يعلنه الكتاب يعني في إشعية 61 بيقول فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني سياب الخلاص كساني رداء البر سياب الخلاص ورداء البر دي مش من صنعي أنا كإنسان دي الله هو اللي صنعها اللي عمل الأقمصة من جلد في الجنة هو اللي صنع طريقة لتبرير الإنسان رسول بوليس أعلن الحق ده بشكل جميل جدا في رسالة روميا وكتب عن اختباره الشخصي في رسالة فليبي فقال ليس لي بري الذي من النموس بل البر الذي من الله بالإيمان بالمسيح يسوع البعض الشراح بيشبهه الأصح ده بفليبي ثلاثة يعني في فليبي ثلاثة بوليس قال إن كان أحد يفتخر بالجسد أنا بالأولى الحقيقة في العهد الأديم إن كان أحد يفتخر بالجسد فأيوب أولى وبوليس بيفتخر بالتوب بتاعه المكون من سبع قطع بس قال أنا مش هفتخر بي تاني خلاص إن كان حد يفتخر يفتخر حد غير إنما هنا مازال أيوب يفتخر بهذا الرداء المكون من أعمال البر وأعمال الصلاح اللي هو كان بيعملها ومع ذلك أرى بعض الكلمات الإيجابية في تذكوره لبعض الأشياء في الماضي طبعا أنا موافق تماما إنه كان متمسك ببره وتكلم عن كماله لكن لفت نظري في عدد أربعة في ترجمة الشريف لما يقول لما كنت في عز قوتي وكان الله صاحبي الذي يبارك داري وتيجي في ترجمات كتيرة في الإنجليزي كده إنه في فكان بيتحدث عن فترة من حياته كان الله فيها صديقه وأنا أرى إنه هذه الذكرى جيدة يعني وإني أتمنى إنه هذه الأيام ترجع مرة أخرى فده شيء رائع ولكن علي أن أفهم إنه لا شيء يحرمني من هذا الأمر حتى في قلب الضيق حتى في قلب الألم يمكن أنا عم برضى الله يعني ممكن أكون في ألم وأقدر أقول برضو الله صاحبي الذي بارك داري أنا مش مستني إن الأزمة تحصل أنا يمكن أفتخر حتى في الضيقات وأنا عم برضى الله فالضيقة ليس عكسة لعكسة نرضى الله أنا عايز أأكد برضو إن الكلام اللي قاله أيوب ده صحيح هو ما بجدبش هو الراجل كان بيعمل كده كنت عيونة للعمل كنت أرجولا للعرج دعوة لم عرفها فحصت عنها هشمت أدراس الظالم جعلته قلب الأرمرة يصر هو بيعمل كده هو الراجل بيعمل كده يعني كل الأعمال الصالحة اللي كان بيعملها هو بيعمل لكن ده المشكلة أنه جعل ده أساسا لتبريره أمام الله إذا كان أيوب في أصح 30 والأعداد من 9 تسعة وعشرة بيتألم من الاحتقار الشديد والإزدراء اللي تعامل به من الناس اللي كانوا سبق بيقدروا قبل كده فاعتقد من جانب آخر مزع سنة أن نقول عن المسيح ابن الإنسان الكامل لما يتعرض لأكثر من ذلك بكثير يعني أيوب يقول في عدد 9 أما الآن فصرت أغنياتهم ألم يقول المسيح بالنبوة كلام مشابه تغنى فيها تكلم فيها الجالسون في الباب وأغاني شربي المسكر لما يقول يكرهونني يبتعدون عني ألم يقول المسيح بالنبوة أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب لما يقولوا أمام وجهي لم يمسكوا عن البسق ما بالك بقى عن المسيح لكل المجد اللي هو حمل صليبه اللي كان بيقول بالنبوة هذه الكلمات وجهي أنا العار والبسق لم أسطر مع فارق خعادل أنه رب يسوع المسيح أظهر كل الكمال في خلال الألام اللي هو بيكتاس فيها بالمفارقة مع أيوب أيوب بيقول في عدد 23 لأني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى بيت معاد كل حي لكن الرب يسوع بلغة النبوة في مزمور 118 بيقول لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب المزمور 16 لأنك لن تترك نفسي في الهوية لن تدع تقيك يا رفساد في الجزء الأخير من الأصحاح بيرفع مرساة على الحالة اللي وصل إليها وبيلوم ربنا على أنه عمل في كده فبيقول الليل ينخر عظامي وعارقي عارقي يعني ألامي الضرية المتكررة اللي بتجيلي بصفة خاصة أثناء الليل متكررة وبكسرة الشدة تنكر لبسي يعني أنا مش قادر حتى قلب سدومي مثل جايب قميسي حزمتاني غالبا جاله هيربز زوستر أو الحزام الناري فبقى حتى هدوم ومش قادرة ودي شيء مؤلم جدا قد طرحني الله في الوحل فأشبهت التراب والرماض وبيقول صورة الحقيقة مؤسرة جدا إليك أصرخه فما تستجيل أما لا أصرخ لك وإنت مش بتجاوبني أقوم فما تنتبه إلي تحولت إلى جاف من نحوي أو في الترجمة التفسيرية أصبحت عدوا قاسيا لي بقدرة يدك تتضهدني؟ تسحقني؟ حملتني أو خطفتني وأركبت الريح وزوبتني تشوها لأني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى بيت معاة كل واحد بس آية 14 بيقول ولكن في الخراب ألا يمدوا يدا وفي البلية ألا يستغاسوا عليها يعني لما البيت يقع على الناس اللي فيه وبعدين واحد من تحت الأنقاض مازال حي ويمدي إيده يقول الحقوني فكل الناس تجري تشيل تحوش أو لما تحصل بلية وقادت النار في البيت والناس تقول حشونة كله يجري يطفي وإنت خربتها وجبت عليها فوطيها فوق دماغي وعمل أمدي لك إيدي وأقول لك حوش أنت ما بتحوشي ليه ده نيامة ألم أبكي لمن عصر يومه ده نيامة رحت وحشت عن الناس ألم تكتأب نفسي على المساكين أم لما أترجل خير ييجي الشر أنتظر النور ييجي الدوجة ده أنا أمعاق بتغلي يعني بتجيلي نوبات متكررة من المغس المعوي وسوداته جلدي سود وحرشة جلدي بقى عندي خشونة وعظامي فيها نار مش بس عنده خشونة الترجمة الإنجليزية جاية أنه جلده بيقع فده حصل بعض بسبب القروح أو كده كان بيسود وبعدين يقع بيعدد ألامه صورة صار عودي للنوح ومزماري لصوت البكين ما عده أعرف ترانيم فرحانة كل ترانيمي بقت على الشجوية نسيت زوات الأوطار عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذران وما هي قسمة الله من فوق ونصيب القدير من الأعالي أليس البوار لعامل الشر والنكر لفاعلي الإثم أليس هو ينظر طرقي ويحصي جميع خطواتي إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش ليزني في ميزان الحق فيعرف الله كماني إن حادت خطواتي عن الطريق وذهب قلبي وراء عينيه أو لصق عيب بكفي أزرع وغير يأكل وفروعي تستقصر إن غوي قلبي على امرأة أو كمنت على باب قريب فلتطحن امرأتي لآخر ولينحني عليها آخرون لأن هذه رذيلة وهي إثم يعرض للقضاء لأنها نار تأكل حتى إلى الهلاك وتستقصل كل محصولي إن كنت رفضت حق عبدي وأمكي في دعواهما علي فماذا كنت أصنع حين يقوم الله وإذا افتقدت فبماذا أجيبه أوليس صانعي في البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم إن كنت منعت المساكين عن مراده أو أفنيت عيني الأرملة أو أكلت لقمتي وحبي فما أكل منها اليتيم بل منذ صبايا كبر عندي كأب ومن بطن أمي هديتها إن كنت رأيت هالكا لعدم اللبس أو فقيرا بلا كسوة إن لم تباركني حقواه وقد استدفأ بجزة غنم إن كنت قد هزست يدي على اليتيم لما رأيت عوني في الباب فلتسقط عددي من كتفي ولتنكسر ذراعي من قصبته لأن البوارة من الله رعب علي ومن جلاله لم أستطع إن كنت قد جعلت الذهب عندتي أو قلت للإبريزي أنت متكري إن كنت قد فرحت إذ كثرت ثروتي ولأن يدي وجدت كثيرا إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء أو إلى القمر يسير بالبهاي وغاوي قلبي سرا ولثما يدي ثمي فهذا أيضا إثم يُعرض للقضاء لأني أكون قد جحتت الله من فوق إن كنت قد فرحت ببلية مبغدة أو شمدت حين أصابه سوء بل لم أدى حنك يخطئ في طلب نفسه بلعنته إن كان أهل خيمتي لم يقولوا من يأتي بأحدا لم يشبع من طعامه غريب لم يبد في الخارج فتحت للمسافر أبوابي إن كنت قد كتمت كالناس ذنبي لإخفاء إثمي في حكمي إذ رهبت جمهورا غفيرا وروعتني إهانة العشاء فكففت ولم أخرج من الباب من لي بمن يسمعني هو ذا إمضائي ليجبني القدير ومن لي بشكوى كتبها خصمي فكنت أحملها على كتفي كنت أعصبها تاجا لي كنت أخبره بعدد خطواتي وأجن منه كشريف إن كانت أرضي قد صرخت علي وتباكت أتلامها جميعا إن كنت قد أكلت غلتها بلا فضة أو أطفأت أنفس أصحابها فعوض الحنططي لينبط شوق وبدل الشعير زوان تمت أقواله أيوب في أصح 29 افتخر أيوب بالصلاح وأعمال الخير اللي بيعملها وهان كان محقف اللي قاله لكن في أصح 31 بيفتخر بالشرور اللي ما عملهاش لأن فيه ناس كتيرة بيعملوا حاجات حلوة ونقول عليه رجل البر والصطق والصلاح وعدين اكتشف أنه عامل جرائم أدبية وجرائم أخلاقية وكده لكن أيوب أنت بتعمل الخير لكن ما يمكن بتعمل الشر يمكن بتعمل قال لا أنا تعلمت فعل الخير وكفيت عن فعل الشر ما بعملش الشر فبيفتخر في أصح 31 بالشرور التي لم يرتكبها وأنا أتعجب أن واحد عاش قبل النموس المستوى الأدبي بتاعه بالشكل ده فمثلا من عدد واحد لعدد 12 ينفي عن نفسه الشرور الأدبية لا بالفعل ولا بالفكر ولا بالنظر ده عاش قبل ما تيجي وصيها لا تزني لا ده عاش قبل ما تيجي وصيها إن من نظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه شوف المستوى يقول لي عهدا قطعت العناية فكيف أتطلع إلى عزراء ويقول إن حادت خطواتي عن الطريق وزهب قلبي بفكري يعني وراء عيني أو لصق عيب بكفي ده أنا أزرع وغيري يأكل وفروعي تستاصر وإن غوى قلبي على إمرأة أو كمانت على باب قريبي بالفعل يبقى فلتطحن إمرأتي لآخر وينحني عليها آخر دي رزيلة وإسمه يعرض للقضاء لا يمكن أعمل حاجة زي كده لا بالنظر ولا بالفكر ولا بالفعل يعني نقدر نقول أني أيوب في هذا الأصحاح زي ما حضرتك إشارتك فايز ينفي عن نفسه تمن خطايا بغيضة كل الخطايا اللي بينفيها بتبدأ بكلمة إن كنتم فبس أولها طبعا أول حاجة بينفيها عن نفسه الشهوة في عدد واحد عهدا قطعته لعيني فكيف أتطلع في عزراء ثم في عدد خمسة ينفي عن نفسه الكذب إن كنتم قد سلكته مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش في عدد تسعة بينفي عن نفسه الزنا إن غوى قلبي على إمرأة أو كمانت على باب قريبي في عدد تلتاشر ينفي عن نفسه الظلم لما بقول إن كنت رفضت حق عبدي وأمت في دعواهما علي في عدد ستاشر ينفي عن نفسه البخل فيقول إن كنت منعت المساكين عن مرادهم أو أفنيت عيني الأرملة في عدد أربعة وعشرين ينفي عن نفسه محبة المال والاتكال عليه إن كنت قد جعلت ذهب عمدتي أو قلت للإبريز أنت متكلي في عدد ستة وعشرين بينفي عن نفسه الوثنية لما بيقول إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء أو إلى القمر يسير بالبهاء وغوى قلبي سرا ولثم يدي وفامي وأعتقد دي كانت أنواع من عبادة الجرام السماوي وبعدين في عدد تسعة وعشرين ينفي عن نفسه الشماتة لما بيقول إن كنت قد فرحت ببالية مبغضية أو شمتت حين أصابه سوء وأخيرا في عدد تلاتة وتلاتين ينفي عن نفسه كتم الإثم والخطأ لما بيقول إن كنت قد كتمت كالناس زنبي لإخفاء إثم في حضني فزي ما حضرتك أشارد ينفي عن نفسه كل هذه الأشياء البعض وفي وسط كده بيضيف حاجة إيجابية جميلة أوي الرب بيحبها هي إضافة الغرباء فبيقول عبارة جميلة في عدد اتنين وتلاتين غريب ولم يبط في الخارج فتحته للمسافر أبوابي في الصعيد زمان كان العمدة بتاع البلد يعمل تكية يعني يفتح كده حتة كل الطباخين يطبخوا كل يوم أي حد معدي يدخل ياكل ويبيت لو غريب هو أيوب كان عمل تكية فاتح كده وأي حد يعدي يأكل ويشرب وينام كمان ما عندهش مشكلة أعمليه تاني أعمليه تاني أعمليه تاني عشان أرضي ربنا إيه المطلوب يعني اللي بيقوله التبرير بالأعمال إحنا نتبرر أمام الله بأعمالنا أهل أعماله هي دي الأعمال وإذا كان الراجل ده أعماله لم تبرره أمام الله كان يحتاج لمن يبرره ببر إله أروح أنا فين وأي حد يروح فين في العالم ده كله دلوقتي مين اللي بيدور على العميان في بلدهم عشان يسدد لهم احتياجاتهم مين بيدور على العرج مين بيدور على الأرامل في البلد مين بيعمل حاجة زي كده أعمال إيه أعمال إيه دي أفخر أعمال بالرنة كساوب عدة وهو الأصح ده عامل زي وثيقة قانونية بيقدم فيها يعني قسم لله وبيمضي ففيقول في عدد خمسة وتلاتين هو وزا إمضائي أني لو في أي حاجة غير اللي أنا قلته تنزل على أيد دينونة يعني بيضع نفسه في موضع أنه لو أنا يعني مثلا هو يقول لو أنا كنت بازني فلتطحن فلتطحن مرأتي لآخر وليضاجعها آخرون في الترجمة التفسيرية بيحط نفسه تحت القسم لو حادت خطواتي عن الطريق أزرع وغيري يأكل لو أنا ظلمت اليتيم تسقط زراعي من مكانها فبيستنزل القسم في حاجات معينة تحصل فيه وبعدين لما قف قدامك تنزل على أيد دينونة وبيقول له أديني بمضيه فيعني فيه ثقة غير عادية في بره ولكن في نفس الوقت زي ما حالك ذكرت يعني مستوى راقي جدا أولى بنا نحن عندنا الوصاية وعندنا العهد الجديد أن نحن نكون بنسلك بهذه الطريقة بدون أن يكون عندنا هذه الروح كمان فيه تقدم في لغة أيوب فيه اعترافه بالزنب يعني مثلا في عدد تلاتة وتلاتين بيقول إن كنت قد كتمت كالناسي زنبي لإخفاء اسمي في حضني وإن كان حتى مش اعتراف صريح ومباشر لكن بيقول أنا لما يبقى عندي خطاية إن كان عندي خطاية إن كان عندي اسم أنا بعترف به مش بكتمه قبل كده كان اعترافه بهذا الأمر مستتر للغاية يعني فصح سبعة بيقول لماذا لا تغفر اسمي ولا تزيل إثمي يعني اعتراف مستتر جدا فصح تلاتتاشر لأنك كتبت علي أمورا مرة وقرستني أسام الصباي بس هنا برضو هو بيقول أنا مش بعمل زي الناس فكرني بالفريسي في لوقة تمنتاشر اللي بيقول لله أحمدك اللهم إني لست مثل باقي الناس أيوب هنا بيقول برضو كده عجبني في عدد 35 بيقول من لي بمن يسمعني في الإنجليزي بتبتدي بآه آه آه مين يسمعني هو عايز ربنا يسمعه هو عايز ربنا يسمعني يسمعني وأنا بقول الحجج بتاعتي أملأ فمي حججا واشوفه هو حيقول لي إيه وحيرد علي بإيه وأنا متمسك بأقوالي وهوزة إمضائي زي ما الدكتور باسم قال يعني تمت أقواله وأمضى ومتمسك بأقواله ومتسأني ربنا يجاوبني والغاية ما ربنا يجاوبني ما ليه بشكوى كتبها خصم يعني من منكم يبكتني على خطيئة حد يقدر يفتح بأقوه ويقول علي حاجة الشغيلة اللي عندي زرانت حد منكم؟ كلت حد حق أنا واحدة أرمالة جات النفسها في حاجة حرمتها يعني أنا بتصور إن واحدة أرمالة دخلت على أيوب قالت له يا عم أيوب إيه عايزة بجرة عشان أحلب لبنها وأكل العيال وجعمل لهم كده يقول له خشي خديلك بجرتين وروحي يا عم أيوبا عايز إراطة بني بيت كده عيالي روح خد لك إراطين وكده كل الناس كل الناس حدي ليه عندي حاجة؟ لا طب ما يجاوبني ربنا وتمت أقواله ورانا الصمت الرهيب ممكن ببساطة إن إحنا لأسم العهد الأديم لترط أقسام نقدر نقول إن في قسم تاريخي وفي قسم تعليمي وفي قسم نبوي القسم التاريخي ينظر إلى الماضي إلى الوراء والقسم التعليمي يقدم مبادئ تحكم عيشتنا في الحاضر والقسم النبوي يتطلع إلى المستقبل لكي ما تعرف الكثير عن هذه الأقسام الثلاثة أدعوك أن تتابع معنا دراسة العهد الأديم عبر برنامج فاحصين الكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر